وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطابا للنواية مع شركة بيفار جروب الصينية وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الكيمويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة والتابعة للهيئة يستهدف المجمع الصناعي إنشاء مجمع أخضر للكيمويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد وذلك للاستفادة من موارد مصر الغنية من طاقتين الشمس والرياح والمساهمة أيضا بدور فعال في مجابات الأثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني الصناعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية للسياسات تؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية ما يسهم بدوره في النفاذ للأسواق العالمية بشكل أفضل حيث تعتمد شركة بيفار جروب على مصادر طاقة خضراء خلال مراحل الانتاج وذلك لخبرتها الكبرى في هذا المجال